تعكف هيئة قناة السويس على تنفيذ أعمال التكريك ببحيرة البردويل وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعادة الدور الحيوي للبحيرات المصرية تأتي أعمال التكريك في بحيرة البردويل ضمن جهود تطوير البحيرة لزيادة المساحة المستغلة للصيد في البحيرة ولزيادة إنتاجيتها وبلغت نسبة إنجاز أعمال التكريك بالمشروع 37% ومن المستهدف الوصول إلى إجمالي ناتج تكريك قدره 36 مليون متر مكعب بنهاية العام الجاري يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة سيناء البردويل لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك والاستعادة النظام البيئي بالمنطقة